تحتفل اليوم مصر وروسيا بذكرى مرور 78 عاما على إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين الذين تربطهما علاقات مشتركة قائمة على تفاهم في العديد من الملفات والتعاون في جميع المجالات مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي إلى عقود من الزمن تمتد العلاقات المصرية الروسية القائمة على التعاون وتبادل المنفع في مختلف المجالات في 1943 شهد بداية تلك العلاقات الراسخة التي انطلقت في خضم الحرب العالمية الثانية وتحديدا في تاريخ السادس والعشرين من أغسطس حيث تم تدشين أول سفارة لمصر في موسكو وسفارة للاتحاد السوفيتي حينذاك في القاهرة وقنصلية عامة في الأسكندرية وبلغت العلاقات الثنائية ذروتها في خمسينيات وستينيات القرن الماضي حيث ساعد ألاف الخبراء السوفيتيين في إنشاء المؤسسات الانتاجية في مصر ومن بينها السد العالي في أسوان ومصنع الحديد والصلب في حلوان ومصنع الألمونيوم بنجاح حمادي ومد الخطوط الكهربائية أسوان الأسكندرية وتم إنجاز 97 مشروع عن ساهمة الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت كما زودت روسيا القوات المساعدة المصرية منذ الخمسينيات بأسلحة سوفيتي وتعد مصر في طالعة الدول التي أقامت العلاقات الدبلوماسية مع روسيا الاتحادية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي 1991 وتطورت على إثريها العلاقات السياسية على مستوى رئيسي الدولتين والمستويين الحكومي والبرلماني كما تشهد العلاقات المصرية الروسية تطورا ملحوظا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث يتم تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة واليوم تحتفل مصر وروسيا بذكرى مرور 78 سنة على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلدين يربطهما تقاليد صداقة طويلة الأمد ومقاربات مشتركة في العديد من القضايا الإقليمية والدولية